انا ايمان الامام مقدمة برنامج الاسبيتالية على يوتيوب وبقدم لكم البس المباشر ده من مصر بعد فوزي في الدورة التانية من مصابقة اسبوع يوتيوب المرأة العربية اللي بنظموا موقع بودكاست ارابيا كنت حابة اتكلم عن بعض عن تجربتي في المسابقة وبعض نصايح للمتسابقات اللي هيقدموا في المسابقة في الدورة الجديدة اولا بشكر موقع بودكاست تقريبي على اتاحة فرصة المسابقة للفتائيات في المنطقة العربية لان كثير من المحتوى المقدم في المنطقة مش بتقدموا بنات وعمل مسبقات ما بين البنات ودعم البنات انهم يقدموا محتوى من افكارهم ومن ابداعهم ومن عملهم يعني تعتبر فكرة عظيمة لانه كثير من البنات محتاجين تشجيع ودعم وبيكون عندهم فعلا المحتوى والفكرة لكن ما بيكونش فيه تشجيع كافي او شجاع انهم يبدأوا يقدموا المحتوى اللي عندهم في فيديوهات تتعرض للعامة فكنت حابة اشجع البنات لانه المسابقة ما بتشتريتش انه البنت يكون عندها قناة ولا يكون عندها متابعين ولا اي حاجة غير انها يكون عندها فكرة او تقدر تنفذ احد الافكار اللي بتطرحها المسابقة فاي بنت عندها فكرة من الافكار اللي بتطرح في المسابقة بتقدر تعمل عنها فيديو في حدود المطلوب من الوقت ومن الامكانيات وتشارك فيه واعتقد انه نفسها بتكون درس كبير يعني فرصة كبيرة للتعلم والاستفادة من خبرات غيرها ومن التجربة ومن الخطأ فاتمنى انه اي بنت عندها رغبة في تقديم المحتوى على يوتيوب تحاول على الاقل وموقع بودكاست بيقدم ونفسها كويسة جدا بين البنات في مختلف الدول العربية وده بتعتبر خطوة كويسة جدا كخطوة في اول طريق مثلا الاعلام او تقديم المحتوى على يوتيوب لانها رحلة مش سهلة فاي بنت عايزة يعني تبتدي بالخطوة دي ده هيكون مناسب وكويس جدا ده عن تجربة الحاجة التانية هي النصائح اللي اقدمها هي انه ما تتردديش كتير اي بنت عايزة تشارك ما تترددش كتير تحط كل تفكيرها وتركزها ازاي هتطلع الفيديو في احسن صورة وازاي تقدر تنافس بي غيرها لكن ما تفكرش كتير تبتدي ولا لا تقدم ولا لا تشارك ولا لا يعني على طول انطلقي وابداعي قد ما تقدري وأتمنى فعلا التوفيق لكل الفتيات لانه المشاركة الفعالة يعني مجرد البداية بتخليك بقى بتدفعك وبتديك الشجاعة الكافية انك تكملي وتستمري لكن طول ما انت لسه خايفة وبتفكري يعني ممكن ما تقدريش تبدأي خالص ولا تقدري تاخدي خطوة النصيحة التانية هو انه تابعي اللي حواليك تابعي المنافسين ليكي لانه دي مسابقة فلازم تكوني عارفة اللي حواليك كمان بيخططوا الايه بتستفيدي من اشكال فيديوهاتهم تشوفي هم ما نجحوا في ايه تشوفي الفيديو بتاعهم وتفوق على الفيديو بتاعك في ايه ده هيفيدك كتير انك تطوري من نفسك ثالث حاجة ايوة طبيعي انه اي منافسة بيكون هدفك منها انك تكوني المركز الاول لكن مجرد التجربة ومجرد المحاولة يعتبر مكسب كبير فخلي عينك انك مش بس المكسب هو النهاية المسابقة وانك تكوني المركز الاول لا المكسب هو انك مجرد انك تشاركي ويكون ليكي منافسين تتعلمي منهم ويكون ليكي اخطاء تستفيدي منها وهكذا المسابقة عن تجربة تعتبر يعني عن تجربتي انا الشخصية تعتبر تجربة مفيدة جدا بتعرفي منها على ثقافات منافسات ليكي صديقات يعني ممكن تتخذينك صديقات ممكن تعرفي كأنواع جديدة من التصوير من الاخراج من تقديم المحتوى ما تكونش خطرت على بالك فحاولي تستفيدي من المسابقة بقدر الامكان المسابقة كمان مش موجهة لشعب معين ولا ثقافة معينة ولا حتى بتتضمن موضوع معين هي بتشمل مواضيع كثير جدا موجهة للوطن العربي كله فهتستفيدي من اختلاف الثقافات وطرق التفكير وطرق التقديم فبنصح اي بنت بتمتلك قدرة على تقديم محتوى انها ما تترددش ابدا وتحاول على طول انها تشارك في المسابقة تفاصيل المسابقة وبدايتها ونهايتها والجوائز وطريقة تسلم الجوائز وطريقة التصويت وعرض نتائج التصويت كل ده هتلاقوه موجودة على الصفحة وعلى الموقع بالتفصيل وطبعا ادارة الصفحة وادارة المسابقة بيردوا على كل التساؤلات فاتمنى من كل البنات اللي يقدروا يشاركوا من المسابقة اتمنى لهم التوفيق واتمنى لهم تجربة ممتعة جدا ومسلية ومفيدة وانطلاقة ناجحة في عالم تقديم المحتوى على السوشيال ميديا شكرا جدا لكل الكومنت اللي بتبارك لفوزي يبارك فيكم شكرا 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 شكرا